عندما نفكر في السيارات الكهربائية يخطر في بالنا أنها ابتكار حديث ظهرت لمواجهة تغيير المناخ واعتماد العالم على الوقود الأحفوري لكن في الحقيقة هي أن السيارات الكهربائية ليست جديدة على الإطلاف في الواقع أول سيارة كهربائية تم تطويرها في أواخر القرن التاسع عشر وكانت في منافسة شديدة مع السيارات التي تعمل بالبانزين في تلك الفترة كانت السيارات الكهربائية أكثر كفاءة وراحة لم يكن هناك حاجة إلى تغيير التروس وكانت تعمل بهدوء شديد مقارنة بمحركات البانزين المزعجة في عام 1899 أصبحت سيارة كهربائية تدعى اللاجمانت أول سيارة تتجاوز حاجة سرعة المئة كيلومتر بالساعة محققة إنجاز تاريخي ومع ذلك ومع تعسن تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي وتوفر الوقود بشكل أوسع بدأت السيارات التي تعمل بالبانزين بالهيمنة على السوق كما أن توفر محطات الوقود على نطاق واسع وسهولة تعبئة السيارات بالبانزين خلال دقائق جعل سيارات الكهربائية تختفي تدريجيا من المشهد اليوم ومع عودة الاهتمام بالطاقة النظيفة والابتكارات البيئية نشهد نهضة جديدة للسيارات الكهربائية ما كان في يوم من الأيام ابتكارا سباقا لعصره يعود اليوم كحلم مستدام لمستقبل النقل في النهاية التاريخ يعيد نفسه السيارات الكهربائية التي كانت تعتبر يوما ما خيارا مبكرا للنقل الشخصي أصبحت اليوم رمزا للمستقبل الأخضر ومع تقدم التكنولوجيا والبنية التحتية التي تعيد أحياء هذا الابتكار القديم